السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم معنا في هذا الفيديو اللي راح أشرح فيه طريقة تعريب لعبة The Legend of Zelda أو أسطورة Zelda بعدها دخولنا إلى صفحة الحلم المتجدد راح ننزل الأسفل إلى أن نصل إلى Nintendo Switch نضغط على تنزيل التعريب ثم تحديد سطح المكتب ثم Save بعدها اكتمال عملية التحميل سنقوم بإغلاق هذه النافذة انتحينا منها كلك يمين على هذا الملف إظهار المزيد ثم تحديد هذا الخيار ثم استخراج إلى سطح المكتب سيكون الملف لديك كما في الشكل الواضح أمامك الآن نتجه إلى المحاكي كلك يمين ثم فتح موقع المود ثم نسوي سحب وإسقاط إلى داخل هذا المجلد ثم إغلاقه قبل تشغيلك للعبة تذكر خطوة مهمة أو توضيح مهم تم توضيحه في نفس الموقع الخاص بالحلم المتجدد أن هذا التعريب خاص بنسخة 1.6 فرح نتجه إلى فايل ثم تنصيب الملفات الخاصة باللعبة نتجه إلى ملف ورح نسوي تنصيب أو تثبيت لجميع التحديثات رح نسوي تضليل كامل ثم ستظهر كما في الشكل التالي أمامك ثم تضغط أن يستر الآن ظهرت الإضافات كما هو واضح أمامك بل إضافة إلى ملف التعريب وقبل تشغيلك للعبة رح تروح إلى كليك يمين على ملف اللعبة ثم خصائص ثم نتجه إلى سيستم ورح نغير اللغة إلى بريتش انجليش أو اللغة البريطانية وتحديد الريجين أوروبا هذه أهم نقطة حتى تعمل لديك اللعبة دون أي مشاكل ثم أوكي كليك يمين ثم ستارت جيم ومتع سعيدة في هذه اللعبة مثل ما هو واضح أمامك وبإمكانك الاستمتاع باللغة العربية والاستمتاع باللعبة هذا بالنسبة إلى محاكي اليوزو الآن ننتقل إلى توضيح طريقة التركيب على محاكي رايجينكس يكون بالطريقة التالية كليك يمين على The Legend of Zelda ثم نتجه إلى المانج مود لإضافة التعريب ورح يكون كما هو واضح أمامك رح نحدد هذا الملف للقراءة ظهر التعريب طبعا التفعيل إذا رأيت العلامة الزرقاء كما هو واضح أمامك بطريقة هذه يكون معطل أما في حال تحديد Enable رح تكون مفعلة تأكد من هذه النقطة ثم Save الآن قبل التشغيل لازم تسوي التحديثات كاملة كليك يمين مرة أخرى ثم Manage DLC Edit نتجه إلى ملفات أو ملفة DLC طبعا عندنا ملفان ثم Open وكذلك نضغط على Enable All ثم Save الخطوة الأخيرة كليك يمين ثم Manage Update ثم Edit ورح نضيف ملف التحديث للعبة 1.6 ثم Open نحدد هذا الخيار ثم Save وقبل تشغيلك للعبة على هذا المحاكي أتجاه إلى Option ثم Setting بعد ذلك تنتقل إلى System تخليه Region أوروبا وهنا رح نخليها على English British Apply ثم OK كليك يمين Run Application أو تشغيل اللعبة Double Click طبعا هذه خطوات التعريب أو تركيب التعريب بالصورة الصحيحة مثل ما هو وابح أمامك تم التركيب بنجاح بهذا يكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو تمني أتي لكم بالتوفيق في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر